مشاهير التكتوك في مصر خلف القضبان من حنين حسام إلى مواد الأدهم إلى ريناد عماد ومنار سامي والتهمة واحدة تقديم محتوى وفيديوات تخدش الحياة تندرج تحت بث مواد إباحية تبينت الأرى في مصر بشأن الحملة الأمنية ضد فتيات التكتوك عمر شاكر غرّت حوارات التكتوك دي ما تستهلش تماما الحبس خالص أعتقد آخرها يعني أرثة ودنه خلاص بس مش سجن يعني ما أنتو ما تقوش تتشطروا على نستي وسيبين الحرمية مليا البلد محمد إبراهيم علق هو الموضوع في حاجة غلط لأنه لو مخالف للقانون يتم تقديم للمحاكمة أما حبسهم أحتياطي فيعتبر تعصف لأنه لا أعتقد أن هناك خطورة تشكلها الفتيات تستوجب الحبس الأحتياطي دين الحنوي كتبت هو إيه موضوع حبس البنات بتوع التكتوك ده طيب دي لا سياسة ولا غيره دي عبارة عن كابتل الشباب ومسخ مصر تحويلها لأفغانستان فيما هناك من دافع عن قرار حبس فتيات التكتوك منهم قبطانة الذي كتب لو ما عنديك مشكلة ولادك يشوفوهم تمام حتفكري كده وبلاش موضوع اللي مش عقبه ما يتفرجش الحاجات دي بتظهر لنا من غير ما ندور مبالك عي المراهق فاتح التكتوك 24 ساعة ما تقوليش أمنعه عشان محدش حيقدر يمنع ولاده ينزل أبليكيشن زي التكتوك وغيره وفاتنا علقت أيضا بالعكس أنا شايفة أنه تصرف يخص الحفاظ على الجيل هيدا من الانهيار الأخلاقي يلي هم فيه فيما طلب آخرون بحذر التطبيق بالكامل في مصر لو مش عقبهم موقع التكتوك يقفلوه زي الكتير من المواقع المأفولة أظن أسهل من أشغال المحاكم بالقضايا هي مش نقصة الباب يلي يجيلك من الريح وتتزامن أيضا هذه الحملة الممتدة منذ أشهر مع حبسي شابين لمدة أربعة أيام أيضا قام بنشر فيديو على نفس التطبيق التكتوك هاجم فيه فتا سوداني في مصر هذه بعض اللقطات لفيديو التنمر شاركنا برأيك هل تعتبر أن فيديوهات التي تنشر على تكتوك خطيرة على الشباب وتستدعي التدخل الأمني وحبس أصحابها أم أن هذا الأمر يعتبر تدخلا في الحريات الشخصية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر